بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أدل سمئة واثنان واربعون بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى هذا الباب هذا الباب في أحكام نكاح الكفار من حيث الصحة وما يترتب عليه من الأحكام الزوجية نعم قال حكمه كنكاح المسلمين حكم نكاح الكفار أنه صحيح مثل نكاح المسلمين على أي صفة وقع عندهم لأنهم اعتبروه نكاحا والإسلام لا يتعرض لأنكحتهم بل إن الله سبحانه سمى امرأة الكافر زوجه كما قال تعالى امرأة فرعون وقال تعالى في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب فدل على أن أنكحتهم مثل أنكحت المسلمين تجري عليها أحكام النكاح نعم قال ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا أنكحت الكفار على نوعين النوع الأول ما كان جاريا على الصحة من حيث العقد ومن حيث سلامة المرأة من الموانع بأن لا تكون من محارم الزوج يعني تكون خالية من الموانع المعروفة في القرآن أو السنة فهذا نكاح صحيح مثل نكاح المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولدت من نكاح لا من سفاح مع أن نكاح أبيه كان في الجاهلية فدل على أن في الجاهلية أنكحة صحيحة إذا خلت من موانع النكاح ومن مفسداته والنوع الثاني ما كان فاسدا يعني يخالف ما في الإسلام فهذا يصح بشرطين الشرط الأول أن يعتقدوهم صحته والشرط الثاني أن لا يترافعوا إلينا فيه فما دام أنهم يعتقدون صحته ولم يترافعوا إلينا فيه فإننا نتركهم عليه لقوله تعالى وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فدل على أنهم إذا لم يأتونا فإننا لا نتعرض لهم نعم قال فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا أما إذا أتونا قبل عقد النكاح فإننا نعقد هو على حكم الإسلام فنطبق عليه شروط النكاح المعروفة وأن لا يكون فيه مانعا من موانع النكاح لأن لا تكون الزوجة من المحرمات على هذا الزوج بنسب أو سبب مما تقدم بيانه فنجريه على حكم الإسلام إذا أتونا قبل عقده فنعقده على حكمنا نعم وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقر وإن أتونا بعد عقد النكاح أو أسلم الزوجان ولم يأتونا لكن أسلم الزوجان دخل في الإسلام في الإسلام نظرنا فإن كان الزوجة تباح إذا يعني في وقت الإسلام أو وقت مجيئهم إلينا فإننا نقره على مكان وأما إن كان لا لا يقره الإسلام فإننا نبطله لأنهم أتونا وسألون عن حكمه أو أسلم الزوجان فيأخذان أحكام المسلمين حينئذ فإن كانت الزوجة لا تحل له لمانع من موانع النكاح فإننا نفرق بينهما كما لو كان مجوسي تزوج أخته ثم أسلم فإننا نفرق بينهما لأن الإسلام لا يقر والله جل وعلا يقول وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين فإذا أتونا نظرنا فيه فإن كان فيه موانع من موانع النكاح أو تخلف شرط من شروطه فإننا نفرق بينهما وكذلك إذا أسلم فإنهما يأخذان أحكام المسلمين فإذا كان هذا العقد لا يقره الإسلام فإننا نفرق بينهما أما إذا كان هذا العقد يتوافق مع أحكام الإسلام فإننا نبقيه على ما هو عليه لعدم ما يمنع من استمراره نعم أحثابكم الله قال وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء النكاحها فرق بينهما نعم هذا وإن وطئ حربي لأن ما لا يجوز ابتداء لا يجوز استمرار نعم وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا هذا كما سبق إلى وطئ حربي والحربي هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد هذا هو الحربي الذي ليس بيننا وبينه عهد فإذا وطئ أمرأة كافرة مثله واعتبراه نكاحا فإننا نتركهم عليه نعم وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ نعم فإن لم اعتقداه نكاحا ثم أسلم فإنه يفرق بينهما لأنهما حينئذ تنطبق عليهما حكام الإسلام وهما لم يعتبراه نكاحا فهو ليس نكاحا لا في عرفهم ولا في شرعنا فيفرق بينهم نعم قال ومتى كان المهر صحيحا أخذته هذا ما يترتب على امتحة الكفار أولا المهر إذا كان المهر صحيحا يعني مباحا أخذته لأنه حق لها حق لها والله جل وعلا يقول وآت النساء صدقاتهن نحلة نعم وإن كان فاسدا وقبضته استقر أما إذا كان فاسدا كالخمر والخنزير غير ذلك من المحرمات فهذا إن كانت قبضته فقد استقر لأنها قبضته ورضيت به فليس لها غيره وإن لم تكن قبضته فإنه يفطل وتأخذ مهر المثل مهرا صحيحا نعم قال وإن لم تقبضه ولم يسمى فلضا لها مهر المثل فإن لم تقبضه ولم يسمى لم يسمى في العقد لم يسمى لها مهر فإنها تأخذ مهر المثل نعم وإن كان سمي فلها ما سمي إذا كان سمي فإنه نعم يفرض لها مهر المثل لأنه غير صحيح نعم ولم تقبضه نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله فصل وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما إذا أسلم الزوجان الكافران فإن أسلم معا بأن تلفظا بالإسلام جميعا أو في مجلس واحد ولو لم يتلفظا جميعا بل ولو كان في مجلس واحد وتأخر أحدهما في المجلس ثم أسلم على الصحيح فإنه ما يقران على نكاحهما لأن الكفار كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعرض لأنكحتهم نعم أو زوجه كتابية أو أسلم الزوج فقط ولم تسلم المرأة لكنها كتابية فإن النكاح باق لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداءا نعم فاستمرارا من باب أولاء قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم نعم قال فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل أما إذا أسلم واحد من الزوجين أسلم الزوج أو أسلمت الزوجة قبل الدخول والزوجة غير كتابية نعم فإنه يفطل العقد فإنه يفطل العقد لأن لأن الإسلام لا يقر هذا العقد الذي لا يتنطبق عليه أحكام الشريعة نعم نعم قال فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل نعم قبل الدخول بطل نعم فإن سبقته فلا مهر إن سبقته بالإسلام قبل الدخول فليس لها مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها وبسببها فليس عليها شيء نعم وإن سبقها فلها نصفه وإن سبقها بالإسلام صار هو السبب فيكون لها نصف المهر بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يعني نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر وكذلك إذا فرق بينهما في هذه المسألة قبل الدخول فلها نصف المهر لأن هذا يجري مجرى الطلق نعم قال وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة أما إذا أسلم أحدهما الزوجة والزوجة بعد الدخول فإنه يوقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم الآخر قبل نهاية العدة فالنكاح باق بينهما نعم قال وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح نعم وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول نعم إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر في العدة استمر النكاح بينهما وإن تأخر إسلامه عن العدة خرجت من العدة قبل أن يسلم الآخر فحينئذ يكون النكاح باطلا نعم قال وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول وإن لم يسلم أحد الزوجين في العدة بان فسخ النكاح منذ أسلم الأول يعني فترتب عليه أحكام الفرقة منذ الإسلام لا من حين انتهاء العدة وذلك لأن الله جل وعلا يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حلوا لهم ولا هم يحلون لهم ويقول جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية ولا يجوز للمسلم أن تتزوج كافرا مطلقا كتابيا أو غير كتابي فإذا انتهت العدة ولم يسلم الآخر حصلت الفرقة بينهما منذ أسلم الأول نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة هذا في مسألة ردة أحد الزوجين في مسألة ردة أحد الزوجين المسلمين إذا ارتد أحدهما والعياذ بالله بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حكمنا بردته فإنه تحصل الفرقة بينه وبين زوجته ويمنع منها أو إن ارتدت هي فإنه يمنع منها وإن ارتد هو فإنه يمنع من زوجته ولكن ينتظر إلى انقضاء العدة فإن تاب المرتد منهما ورجع إلى الإسلام فالنكاح باق وإن انتهت العدة ولم يتب المرتد منهما تبيننا انفساخ النكاح منذ الردة نعم قال وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل نعم قبل الدخول يعني نعم قال وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة نعم وقبله يعني قبل الدخول يفطل النكاح ولا يحتاج إلا تفاصيل يفطل النكاح ولا يحتاج إلا تفاصيل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الصداق الصداق هو العوض الذي تستحقه الزوجة بعقد النكاح وهو واجب لقوله تعالى وَآتُوا النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقال تعالى وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ويسمى صداقاً ويسمى مهراً ويسمى أُجرةً وله أسما كثيرة وهو حق واجب للزوجة في مقابل العقد عليها واستمتاع الزوج بها فلا تكون المرأة تزوج بدون صداقاً لا بد من الصداق وهذا فيه تشريف للمرأة وأنها لا تنكح إلا بشيء من المال ففيه تشريف لها وتكريم لها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله يسن تخفيفه الصداق أمر واجب في النكاح لا بد منه ويسن تخفيفه بأن لا يكون مبلغاً ضخماً يكلف الزوج ويعرقل الزواج عند الآخرين لأنه إذا تباهى الناس في المهور وأسرفوا في المبالغة فيها فإن هذا يعرقل الزواج عند الناس ويصبح صعباً وهناك من هو فقير لا يستطيع المهر الباهض وهناك من هو يحب المال حباً كثيراً ولا تسمح نفسه فيأدي هذا إلى تعرقل الزواج وكثرة المهر تسبب أيضاً الكراهية كراهية الزوج لزوجته وأنه لا يتسامح عن أي خطأ يحصل منها إذا كان قد دفع مهراً كثيراً فإنه يتذكر هذا المهر ولا يتسامح عن أخطائها وأما إذا كان المهر خفيفاً فإنها لا يستدعي التسامح من الزوج عن زوجته والتغاضي عن حصول خطأ منها لأنها جاءته عن طريق سهل وميسر وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النساء بركة أيسره النمأونة رواه البيهقي وغيره وعمر رضي الله عنه أراد أن يحدد المهور وقال رضي الله عنه لا تغالوا في صدقات النساء فلو كان ذلك فخراً لكان أسبقكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج بناته على ثلاثمائة درهم وتزوج زوجاته على مهر خمسمائة درهم فلو كان الغلو في المغالاة في المهر فخراً لكان أسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن التيسير مطلوب لأن هذا فيه إعانة على الزواج وتسهيلاً للزواج ورفعاً للحرج عن الأمة وتضخيم المهور هذا يعرقل الزواج وربما يؤدي إلى يؤدي إلى انتشار الفاحشة لأن النساء إذا لم يحصلن على الزواج ربما يقعن في الفاحشة والرجل كذلك إذا لم يتيسر له الزواج ربما يقع في الفاحشة بدافع غلبة الشهوة وتزيين الشيطان والزواج فيه إحصان للفرج وإعفاف للزوجين كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه في الصوم فإنه له وجاء فهذا دليل على أن الزواج فيه إعفاف للفروج وفيه غض للبصر وفيه مصالح عظيمة وما كان كذلك فإنه ينبغي تيسيره وتسهيله بأيسر مؤونه وليس المراد من الزواج العوض أو الأطماع الدنيوية بل هو أعظم من ذلك فهو عقد شريف وميثاق شريف بين الزوجين ليس الغرض منه المال وإنما جعل هذا المال وهو المهر إنما جعل تكريماً للزوجة وإفراحاً لها ولأهلها لكن بدون مغالات وبدون مبالغة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويسن تخفيفه وتسميته في العقد من أربع مئة درها من إلى خمسمائة يسن تخفيف المهر كما سبق بأن يكون مبلغاً يسيراً نعم لا يكون يسيراً جداً ولا يكون ضخماً جداً وإنما يكون متوسطاً يستطيعه الناس هذا هو المطلوب ويسن تسميته في العقد بأن يعقد ويذكر المهر في العقد لأن هذا أقطع للنزاع لأن هذا أقطع للنزاع للنزاع في المستقبل إذا سمي في العقد فإنه لا يحصل نزاع فيه نعم قال من أربعمائة درهم إلى خمسمائة نعم هذا الصداق الذي كان لبنات النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم إسلامي من الفضة وهذا لبناته عليه الصلاة والسلام وخمسمائة درهم وهذا ما أصدقه زوجاته عليه الصلاة والسلام فينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك نعم قال وكل ما صح ثمناً أو أجره صح مهراً وإن قل الصداق لا يتعين في نوع خاص من المال بل كل ما صح أن يكون ثمناً في البيع أو أجرةً فإنه يصح يعني كل ما يتمول قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم فكل ما يسمى مالاً فإنه يصح أن يكون صداقاً سواء كان من النقود أو كان من العروض أو كان من المنافع لأن موسى عليه السلام تزوج ابنة الشيخ الكبير تزوجها بالرعي الغنم لمدة ثمان سنين أو عشر سنين وهذه منفعة فدل على أنه يصح أن يكون المهر منفعة لأن المنفعة تقوم مقام المال وهي معاوضة أي صح جعلها مهراً نعم قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح تقدم لنا أن المهر قد يكون منفعة استدلالاً بقصة موسى عليه السلام وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه نعم لكن إذا كانت المنفعة تعليم قرآن فهذا لا يصح لماذا؟ لأن القرآن ليس بمال ولا يقصد به المال وإنما هو يعني تلاوة القرآن وتعليم القرآن قربه وعباده فلا يكون عوضاً في المهر ولا يستخدم استخدام الأموال هذا وجه المنع وفي رواية عن الإمام أحمد أن ذلك جائز يجوز أن يتزوجها في مقابل أن يعلمها القرآن أو سوراً من القرآن بدليل قصة الرجل في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها رغبة قال رجل من الحاضرين زوجنيها يا رسول الله فطلب منه المهر فبحث الرجل ولم يجد شيئاً حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتماً من حديد فلم يجد شيئاً ثم قال هل تحفظ شيئاً من القرآن قال نعم أحفظ سورة كذا وكذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن فدل على أنه يجوز التزويج ويكون المهر أن يعلمها الزوج شيئاً من القرآن هذا هو الصحيح إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم بل يصح أن يجعل مهرها أن يعلمها الفقه أو العربية أو الشعر أو الأدب لأن هذه منافع يستفاد منها ومنافع صحيحة مباحة فيجوز جعلها مهراً بأن يعلمها الأدب وهو النثر والشعر أو يعلمها الفقه أو يعلمها النحو والعربية لأن هذه منافع مفيدة فيصح جعلها مهراً نعم أحسن الله إليكم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصحها ولها مهر مثل ولها مهر مثلها إن أصدقها طلاق ضرتها قال صداقها أني أطلق زوجتي التي هي ضرتها لتكون هي وحدها عنده وتسلم من الضرة فهذا المهر غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها هذا منهي عنها أنها تسأل طلاق ضرتها وما دام كذلك يحرم عليها أن تطلب طلاق ضرتها إنه لا يصح أن يجعل طلاق الضرة مهراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نعم لكن يهرض لها مهر المثل هذا المهر غير صحيح ولا تبقى هي بدون مهر لما أفطلناه فإننا نجعل لها مهر المثل من المال نعم ثابكم الله قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثلي هذه قاعدة متى بطل المسمى لكونه لا يصح أن يكون مهراً فإنه يكون لها مهر المثل من نسائها وهذا من العدل هذا من العدل فليس فيه ظلم للزوج لأنه مهر المثل وليس فيه ظلم للزوجة لأنها أعطيت مهر مثلها نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من مهندس الصوت سميلي عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر